ما هو التعبير الذي يمكن استخدامه عند قول تقسيم 18 صندوق على مجموعتين متساويتين؟ اكتب العبارة ثلاث مرات باستخدام الطرق المختلفة لكتابة القسمة ثم أوجد قيمة العبارة دعونا نقوم بالجزء الأول من السؤال لدينا 18 صندوق ونريد تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين ما يعني أننا نريد قسمة 18 على 2 وطريقة كتابة هذا ومن ثم التفكير قليلا بما يعني هذا فيمكن أن نكتب 18 على 2 هذا يعني أنها 18 مقصومة على 2 يمكن كتابتها هكذا 18 تقسيم 2 أو 18 مقصومة على 2 الآن قبل أن نجد القيمة المطلوب الآن هو إيجاد قيمة التعبير دعونا نفكر في ما يعنيه هذا لدينا 18 صندوق نريد أن نقسمه إلى مجموعتين متساويتين دعونا أرسم 18 صندوق دعونا أرسم 18 صندوق دعونا أرسم 18 صندوق سبعة عشر ثمانية عشر إذن هؤلاء الثمانية عشر صندوق وسأقوم بتقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين حسناً إذا أردت تقسيم الصندوق إلى مجموعتين يملكون نفس عدد الصندوق يمكن أن نعمل هذا بلمح البصر دعونا أضم هذه الصندوق التي في الأعلى إلى مجموعة واحدة سأصنع هذه المجموعة الأولى ثم المجموعة الثانية وهتان مجموعتين متساويتين كم صندوق أن نملك في كل مجموعة؟ حسناً لدينا في الأعلى واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سمانية تسعة ولدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة في الأسفل إذن لقد وزعناهم على مجموعتين كل واحدة تحتوي على 9 صناديق بالتالي فإن 18 صندوق نقسمهم على مجموعتين فيكون الناتج يساوي 9 صناديق في كل مجموعة أو 18 تقسيم 2 يساوي 9 أو 2 مقسومة بـ 18-9 مرات